مه?! السلام عليكم ساعة الله مساء لكم بكل خير متابعينا في كل مكان وأخيراً نعودنا لكم من جديد في انطباعاتإنيمي البلاء كلافر الحلقة 127 لذلك خلونا نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم عشت معنا لنعرف سر الطريق ممكن تسأله ويفيدك بهذا الشيء طبعا في بداية هذه الحلقة جابونانا فريق مشكل من غوشو وغوردن وهي البنت اسمها نسيته والله اسمها المشعر ازرق ما يحضرنا حين وهي نير العصفور او سيكري اللي تسميه واسطع الفريق تقريبا مكووم من هذا الاربعة وطبعا نير صار علينا عصفور متوجهين لمنزل غوشو طبعا الجزء الاول من الحلقة كان اغلبك كوميدي ضحك فلا وساعة سادر ما عدا ممكن لغته طبعا جابو الجده والبنت والزوجه والاب كلهم جاوز والاب ماذا 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 المهم ما علينا منها الكلام كان ضحك فلا وساعة سادر واضع مريب جدا عائلة غريبة جدا كل شيء غريب لكن فيه شغلة واحدة الجزء الاول قالتها الجده وكانت بالنسبة لي انتبهت على المباشر نبهني عنها ماجد عندما رأيت الحلقة مرة ثانية انتبهت لها الجده قائم عن العشاء قالت نحتاج نيثن او نيثن يهتم بامر لعنة اللي وقعها اسلافنا السابقين مع لعنة الشيطان ميقا كلوكا ميقا كلوكا اسمه صعب يا جماعة الخير المهم ان اللعنة اللي تكلمت عنها العجوز انه نحتاجنا يتفاهم او يحلها او يكملها او يحل الغزه هذا اللي قالتها العجوز وكان بالنسبة لي اكبر شي صادم في الموضوع بقول لكم ليش طبعا فيما تكلم عن نزيل و ام نزيل بسخلنا نحن نكمل الموضوع اللي هو العائلة الغريبة العجيبة واللي تكلم فيها جوردن قال خلاص جاء جوردن خلاص تشجع قال لابك تكلمت عني قال اوكي بساعدك بكل بساطة الوضع كان مريب يعني ما يصدق ان الواحد ممكن يساعده لكن قال انا بساعدك وخذهم للغرفة حق المرعبة اللي كانت يبحثون فيها عن السموم يعني هم عائلتهم متخصصة قالوها في الانيمين انهم متخصصة في القاء اللعنات والسموم وعشان اغتيال هذا اصل عائلتهم كذا كان جوردن يحاول يبعد تعد عنهم لانه يكون صداقاته حين تشوف لنا ليش ان جوردن اساسا كان مفرحان عند اصدقاء لان كل الناس كارهينه من صغره ان انت عائلتك اغتيال ان ما قدر يحصصها اصدقاء فهم حصص اصدقاء مصدق هذا الشيء فرح في هذا الشيء جدا لان عائلتها كان اصلها اغتيالات ولعنات ومدري ايتش ومدري الكلام كله بعدين تفاجأنا صراحة ان اب حاول نقاس حرارة اساسا وانا حاول وقال حتى ان هذا الشيء بدأ من جيلي انا يعني الجيل قبل كان كلها تخصصها سم وقتل واغتيال وهذا الشيء طبعا هذا الشيء مفروض مفروض يعني ان هذا الشيء حين يطور حتى جوردن اكثر واكثر لان ابو قال له انا احتاج السم حقك فقالنا السم كان نفهم الولد ان ابوي يريد ان يستفيد من هذا الشيء عشان يستخدمه في اغتيال الناس انا ما ابي انا اقول لك ما ابي لا هو ممكن يستخدمه عشان يقدر يبتكر علاج او يسوي علاج طريقة علاجية لانه يقول ان تحولت من القتل الى علاج السموم واللعنات هذا التحول الجديد حق عائلتنا لازم نفك اللعنة والعقد اللي بينه وبين هذا الشيطان اسمه ميقوقولاكا عشان سنقدر نتحول من جيل سيء او عائلة سيئة الى عائلة كويسة اللعنة اللي اتخذها وش العقد اللي خدت الاسلاف حقاتهم مع هذا الشيطان وش سالفت هذا الشيطان اللي قاعد ينذكر اكتما مرة دعنا ننسى الى التصالب لكن التحول هذا التحول انا ما توقعت ابدا ان الابو يتغير انا جايبين شكلها والعائلة كلها مريبة مذهلة ريبة فتغير هذا شي ما توقعت ابدا صراحة الصدمة الاكتر بالنسبة لي بالنسبة لعائلة جوردن بالذات ان الابو يعني مو بس عنده قدرة اللي هو علاجية القدرة اللي سواها في الاخير اللي مسح فيها الارض وكنا يعارف منه الملعون اللعنة في مملكة كلوبرا ومن غيرها من اللعنات الغريف الموضوع ان ابو جوردن عنده القدرة انه يقدر يسوي مسح على المنطقة اللي حوله حواليه ويقدر يكتشف منه عنده مس ومنه عنده لعنة صيبتها من شيطان او شي كده من قبيل احنا نتكلم عن هذا الموضوع اكثر اكثر لك خلنا نرتاح حق حين نوزل وعائلة نوزل واخوها نوزل ودروتي طبعا صدمة كبيرة صراحة بالنسبة لي ان قالوا ان امها كانت مصابة بلعنة كانت ماتت كنا نظن مثل نويل ان امها ماتت بسبب ولادتها فكذا كارهينها لكن هناك سبب ثاني لموتها وهي اللعنة 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 التي لا يستطيع ان تتكلم عنها نوزل حق اخته او اخوانه ولا يستطيع ان يقول عنها شيء قال لها روح دروتي بعيدا عن الكوميديات التي قالتها دروتي وصارت في هذه الحلقة سوف اتطرق لها كثير مع انها تضحك صراحة سالفتها مع أستا سالفتها مع أخوها وكلها قدراتها ممتعة بشكل مطبعي ان اخوه قال لها اذا تعرفين السالف ان تدخلين في عالم الاحلام لكي لا تستطيع توصل لك اللعنة الكلام لو قلتيه هذا قالها اخوه وقالت ايه برضا وقالش الكلام وعرفتي او نطاقتي باسم اللعنة في العالم الحقيق على طول راح تصيبك اللعنة طبعا انا لاحظت شيء وسط وان اتابع الحلقة ان اسم الشيطان موضوع ما ينقال او ما يقوله لشخص مصاب باللعنة فا اتوقع حسب كلام الشيطان لان هذا اللي قاله نزل حاليا هنا ان لو طريته اسم اللعنة هذي ممكن تصيبك ان اللي كانت تتكلم الجدة عنه مع غوردن او ان ابو غوردن يريدك تفك هذه اللعنة انهم علمتهم اللعنة فا قدروا قلونها الاسم وانه ممكن يموتون في هاي لحظة بسببت هذه اللعنة وہا اللي قالت كانت تمثي جادة ان ان لازم نفك هذي اللعنة مشكلة هذي اللعنة اجب ان تفك وانت ان ان الحال ان이 لازم نلحب ان انت تفك هذه اللعنة هذه الاسلام لازم نفك ذهب ان ان فكانобان غوردن لها سبب الساسي فا فك هذه اللعنة والتخلص منها قلتت معها D работать ان او امك اصيبت تنبؤ بلعنة شيطان و اللعنة اسم الشيطان 也是 الشيطان اللي تتكلموا او Goku جدة غوردن اللي هو ميغوكولوكولا المهم المهم اي ان كان اسمه ما يهم ميغوكولوكولا اسمه صعب يبيلي شوي عشان احفظي يا جواف الخير ما عليش تحملوني وتكلم الدروثي هنا طبعا ان في ناس من البشر يستخدمون قوة شيطان عشان يزيدون من قوتهم ويستخدمون اللعنة هذه وتصيبهم اللعنة يعني دائما 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 يجبونها ان الشياطين ممكن تتعاقد مع البشر في مقابل انك تعطيه شيء هو يعطيك القوة في وقتها فأم نوزل او ام نوزل لماذا اخذت هذه اللعنة؟ هذا السؤال اللي يجي في بالي طول الوقت لماذا تعاقدت مع شيطان؟ لماذا مست هذه اللعنة؟ هل هي مسته وقت كانت المملكة في وقت حرج وطرت ان تستخدموا هذا الشيء؟ هل هي كانت بتدافع عن عيانها مره في المرات وطرت ان تسوي هذا الشيء؟ هل هي كانت تضحي انها تحمي احد معين عشان تسوي هذا الشيء؟ هذا السؤال صراحة اللي يطرحها ومن وجهة نظر الشخصية انا اشوف ان امها لماذا كنت اسمها؟ او نوزل او نويل لكن اللي واضح لي حسب شخصيته حسب ما اعرفت شخصيتها انها اضطرت او زي ما تقول لها حتى تحمي شخص معين او احد معين اخذت هذه اللعنة عنها لا اتوقع انها حتى تحمي احد راح اخذت هذه اللعنة انا اقصد انها في شخص كانت تصيب اللعنة قامت هي اخذتها وانها راح للشيطان قابت تعطني القوة عشان ادافع عن اشخاص معين هذا توقعي او او احد كان صديقها وغدر فيها ما اتوقع انها النوع من الناس اللي ترح تتعاقب مع شيطان عشان تحمي احد ما اتوقع ابدا ان هذا النوع من الناس مبين عليها انا اشوف انها ممكن ان اصبح صديق في محنة لعنة خذتها بدالها قلت تعال انا لعنة هذا الاقرب بالنسبة لي او عشان تفك لعنة عن احد خذتها هي اقرب بالنسبة لي او ان ارى اقرب لشخصية ام نويل الناس اللي يسمونه بس انه هو الاقرب لهذا الشيء طبعا الاخوان ما يدرون ولا يقدر يقول لهم الاخ الكبير لسه الاخ الكبير يعرف طيب احين شوان عرف الاخ الكبير عندنا احتمالين ايضا في هذا الموضوع انه اللي هو نزل كيف عرف عن سالفة امه هل ان الام قالت حق دروثي بس فقط ليس الا ودروثي خلتها للحلام زي ما سوت مع اختها حين وقالت لها السالفة او انه هو درب سالفة واللعنة ملقية عليه حاليا وعذا كده هو يقول انه لا يعرضك لانه كنا اصيبت اللعنة فيها واللعنة مصابة فيه وهذا يوضح هذا الشيء في الاخر الحلقة انا شخصيا ارجح ان اللعنة اصيبت يعني اللعنة اصابتها وان اللعنة موجودة في الاخ الكبير يعني عشانه هو يحمي امه امه قالت لا بطريقة ما باخره هو عند اللعنة وصيبتها اللعنة وبس ما يبي يتصيب خوانه وخواته كان خفى عنهم هذا الشيء هذا انا اشوف الاقرب بالنسبة لي واللي دعم هذا الشيء طبعا الخريطة اللي الرسمت في الاخير وكان يتكلم فيها اللي هو بو جوردن ان فيه ناس عندهم لعنة وتكلموا ان في النقابة حقاتهم او مقارة ثيران السوداء كان فيه واحد مصاب لعنة وقالوا ان هنري اغلب شي هو المصاب بلعنة زكريم تصيب السحر فهذا واحد اللي في القاعة الملكية او المملكة او القاعة الرئيسية او القصر الملكي ايا كان قال حسب ما فهنت حسب الترجمة انه مو بس شخص واحد اكثر من شخص عندهم لعنة هناك مصابين بلعنة اتوقع انه نزل واحد منهم ايضا ممكن شخص اصيب بلعنة جافي بالي بعد انطباع ممكن امبراطور السحر بعدما صغر اصابتها لعنة او استخدم نوع من النوع اللعنة عشان يحظى حياتها ما ادري حسب ما فهمت انه او اكثر من واحد مو واحد اللي موجود في المملكة او في العاصمة بالذات عندهم لعنة اكثر واحد حسب ما فهمت من الترجمة ما ادري يمكن ان ترجمة انا قلتها غلط انا ما اتوقع انها صحيحة وحسب فهمي انه في اثنين او اكثر من واحد علاقة الموجودين في العاصمة عندهم اللعنة ومصابين بلعنة ونزل انا رشح بقوة انه يكون واحد منهم المصيبة الاعظم والاكبر بالنسبة لي وانكن بالنسبة لهم انه موسع ويموسع الرقعة ورعنة اقوى من هذه اللعنتين اللعنتين الموجودين وهي موجودة في المملكة الهارت عندنا الكلافر الشيريا الذي كانت معهم من النار الرياضة السلاماندر مملكة دايمون ومملكة الشياطين للمملكة السبيت اللي لسه نسميه سبيت ماذا تسمون انتو اللي هي موضوع مختصة في الشياطين حين تكلم عن مملكة الهارس او الهارت معنا صح القلب هي اللي فيها موجود لعنة اقوى وهي اللي راح تظهر انا صراحة شخصيا كنت متوقع يعني معنى هذا الحدث الماضي ان مملكة السبيت هي اللي راح تكون توجه لها لكن لحين صدمة ان لا يتوجهون لمملكة الهارت او القلب او الهارس تسمى زي ما انت تحب تسميه هذا توجه القادم و اللي واضعنا خلاص يعني بعد ما طلع الشيطان الماضي كنا نظن بس هو شيطان واحد موجود لا احين الموضوع بيدخل في شياطين في شياطين سواء مسع لعنات كيف تنفك هذه اللعنات كيف يحلون هذه اللعنات كيف يتعاملون مع هذه اللعنات مين بيهزم مين كيف يحلون مشكلة استا اللي اساس عن داق عا يستنى بس عليه الزل عشان يجلي ترى على الميزان الاهبة اللي مطيقة فيعني توجه اللي واضح لي انهم راحين لمملكة الهارت توجه هم الاربع بيروحون هل بيروح يا محل زيادة هل الابو بيروح ياهم محتمال كبير ان يروح ياهم الابو عشان سيطور جوردن ايضا ويطور ويقدر يفك اللعنة اللي على العائلته فانا اتوقع ان يروح المفروض يروح او على الاقل ان الابو يعلم مولودي يقول له بعض الحاجات ويعلم حاجات بس انا ارشح ان الابو يروح معهم برضو الابو والشلة ذلك يروحون للمملكة الهارت عشان يكتشفون من هو الشخص المصاب باللعنة هل هو بيكون شخص حليف هل هو بيكون خصم هل هو بيكون مبرنة طيب بس ان عشان عنده لعنة بيصير شيء مو طبيعي مو صاحي هل هو منسبب اللعنة بنفسه هل هو اللعنة صابتهم من غير ما يعرف كل هذا حضرت ان نعرفها في الحلقات القادمة وبنشوفها في الحلقات القادمة من انمي بلاك لافر اخير رجع الحماس في هذا الانمي والكاتب حق بلاك لافر صراحة اللي بدأ يبدأ شوية 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 ما يفجر الحماس وبعد حدث صراحة الشيطان اتوقع يعني انا عاقد امال كبيرة على هذا الحدث القادم من انمي بلاك لافر كذا نكون وصل نهاية هذا الانطباع اتمنى اني ما لحظت مخكم اتمنى اني وفقت في نقل لكم هذا الانطباع على اكبر وجه في النهاية يقولوا معي سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر كوتو بريك لا تنسوا ان اشتركوا في القناة لايك شير ونشوفكم على خير